موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى أولى نشرتنا الإخبارية ونستهلها كالعادة بأبرز العنوين موسيقى بعد ترشح خليفة حفتر لرئاسيات ليبيا تصاعد الجدل حول مستقبل الاستحقاق موسيقى أرمينيا وأذربيجان توقفان الاشتباكات بعد وساطة روسية انتقادات دولية ضد روسيا بعد نجاح اختبار صاروخي مضاد للأقمار الصناعية موسيقى في النشر أيضا الجزائر تتولى الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز موسيقى وفي الرياضة الجزائر تتأهل إلى الدور الفاصل من تصفيات المونديان موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل النشرة بداية يزداد المشهد في ليبيا ضبابية بشأن مستقبل الانتخابات فبعد اتساع رقعة الرفض لترشح النجل الزعيم الليبي الراحل معمر القدافي سيف الإسلام لرئاسيات أعلن بدوره خليفة حفتر ترشحها للاستحقاق رغم تحميل مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة في قبولها ملفي المعنيين على خطأ سيف الإسلام القذافي يسير خليفة حفتر نحو استحقاق الرابع والعشرين ديسمبر الرجل العسكري يقدم نفسه مرشحا لرئاسيات ليبيا بإعلانه ذلك رسميا يومين فقط عقب إعلان مفوضية الانتخابات استلامها ملف ترشح نجل الزعيم الراحل معمر القذافي لهجة جديدة غير معتادة رافع بها حفتر عن خيار الانتخابات كمخرج وحيد من الأزمة الحادة التي انغمست فيها ليبيا كما وصفها لا يريد السلطة بل قيادة الشعب الليبي والبحث عن مأمن لأموال الليبيين وثرواتهم وفق تأكيداته عبر كلمة متلفزة بثت الثلثاء وبين الترشح المثير للجدل لكل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر جاءت تأكيدات من داخل مبنى مجلس النواب الليبية بعزم رئيسه عقيل صالح تقديم ملف ترشحه لفرع مفوضية الانتخابات بمدينة بنغازي خلال اليومين القادمين رغبة يدعمها صالح بما يعتبرها استجابة لرغبة المكونات القبلية والاجتماعية في منطقة الشرق الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبا المتخم بمخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا انتقل بموقفه من الترشح من عدمه الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب كما يشدد إلى الانتقاد اللاذعي للقوانين الانتخابية بوصفها معيبة ومفصلة على مقاس بعض الشخصيات وفي الاثناء تحول رفض ترشح سيف الاسلام القذافي وخليفة حفطر إلى مظاهرة واقتحامات لعدد من مقار المفوضية العليا للانتخابات خاصة غربي البلاد ما جعل الهيئة تعلن اغلاق مقارها بكل من الخمس وغريان وزليتا وضع لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي شهدته مدينة مصراطا قبل ساعات تطورات وتجاذبات تضع خارطة الطريق المرسومة للدفع بمصار دعم الاستقرار في ليبيا على صفيح ساخن قبيل نحو شهر عن موعد الانتخابات مقابل تلويح جدي بتسليط عقوبة على كل طرف يعرقل الانتقال السياسي في ليبيا وبخصوص ترشح بعض الشخصيات المثيرة للجدل على غرار خليفة حفتر اكد المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف ان هذه الشخصيات هي جزء من الازمة ولا يمكن ان تكون جزءا من الحل في المرحلة المقبلة الحقيقة اليوم ما يجري في ليبيا هو محاولة بالفعل يعني الالتفاف على ارادة الشعب الليبي بشكل واضح وفاضح يعني امام الجميع اليوم عندما يتابع المشهد السياسي الليبي عندما يتابع مخرجات تونس الاخيرة التي عززت بقرار مجلس الامن 25 سبعين الذي اعتمد مخرجات تونس والتي حملت جملة من الاشتراطات والتوافقات التي كان يجب ان تمضي اليها السلطة التشريعية التي تحكم من هناك من طبرق حيث يسيطر خليفة حفتر الجنرال الانقلابات هذا يعني جنرال الانقلابات في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين يعني موسوعة جينس الان الرقم القياسي حققه خليفة حفتر في عدد الانقلابات وفي قرنين متتاليين هذا الرجل اليوم يحاول اليوم ان يقنع الليبيين انه بضغطة زر تحول الى حمامة سلام بعد ان اقام المقابر الجماعية في ترهونة وفي غرب ليبيا وهجم على عاصمته ودمر وقتل وشرد وهدد يعني حتى الامن القومي للجوار منها الجزائر ومنها تشاد ومنها السودان والكثير من الدول هذا الرجل المتقلب المزاج الذي منفك يعني الحقيقة يطارد احلام الليبيين ويحاول ان يحرمهم من طموحهم وحقهم الشرعي في ان يقيموا التحول الديمقراطي وان يقيموا هذه الانتخابات على قاعدة دستورية وعلى قوانين انتخابية عادلة يضعها اطراف الصراع بالتوافق مع ما ورد في خارطة الطريق في خبر اخر تزداد شدة الاحتقان في المغرب باعلان خمس نقابات صحية مغربية تابعة لمركزيات نقابية كبرى وقفات احتجاجية في مختلف مؤسسات القطاع حيث اعلنت مجموع النقابات في بيان مشترك لها توحيد الجهود ضد ما اسمته تنكر الحكومة ووزارة الصحة المغربية تجاه مطالب جميع الفئات التشغيلية للصحة كما اتهمت النقابات الموقعة على البيان المشترك الحكومة بتهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية بعيدا عن قطاع الصحة والنقابات الممثلة لها يشار الى ان الاضرابات في قطاع الصحة بالمغرب لا تزال متواصلة منذ منقشة وزير المالية المغربي مشروع الموازنة المالية الفين واثنين وعشرين امام البرلمان المغربي اعلنت الشرطة الاغندية تنفيذ ثلاثة انتحاريين تفجيرات في قلب العاصمة كامبالا احدها قرب مبنى البرلمان والاخران قرب مركز الشرطة الرئيسي ما اسفر عن مقتل ستة اشخاص على الاقل واصابة العشرة قتلى وعشرات الجرحة ودمار كبير في تفجيرات بالعاصمة الاغندية كامبالا حدثت بالمنطقة التجارية المركزية وبالقرب من المقر العام للشرطة ومدخل البرلمان حيث ألغى هذا الاخير جلسته المقررة الثلاثاء طالبا من اعضائه تجنب المنطقة الشرطة المحلية وصفت العمليات بالارهابية فاتحة على اثر ذلك تحقيقا لتحديد هوية الجهة الفاعلة ومتسهمة في ذات الوقت القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف خلف ذلك وهي أحد أكثر المجموعات المسلحة خطورة من بين مائة وعشرين أخرى تنشط على الحدود مع الكونغو الديمقراطية من جانبه الاتحاد الافريقي على لسان رئيس مفوذيته موسى فكي دان بأشد العبارات التفجيرات مؤكدا تضامن الاتحاد مع شعب وحكومة وغندا سلسلة من الانفجارات شهدتها كامبالا في الفترة الأخيرة اتهمت فيها السلطة نفس المجموعة على غرار ما وقع أواخر أكتوبار الماضي حيث تم تفجير حافلة في عملية تبناها تنظيم داعش الإرهابي وكان الرئيس الأوغندي قد رجح حينها فرضية العمل الإرهابي متواعدا بملاحقة مرتكبه الصفارة المصرية في أوغندا من جانبها طلبت من جاليتها تجنب الأماكن المزدحمة واتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء التواجد في الأماكن العامة يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته الإفريقية التي استهلها بكينيا ثم نايجيريا ويسعى بلينكين إلى تعزيز الدبلوماسية في هذه المنطقة لمنع إثيوبيا من الإنزلاق إلى حرب أهلية كارثية وسيتوجه بعدها إلى سينيغال هذا وتعمل واشنطن على تعزيز توجهاتها الخارجية في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة في أفريقيا وما تعلق منها بالملفات الأمنية كمكافحة الإرهاب وملف الحريات وحقوق الإنسان تجددت المواجهات بين الجيش البولندي والمهاجرين على الحدود البيلاروسية ما أجبر الجيش على إطلاق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين وبين اتهامات بولندا لبيلاروسيا بتدبير الأزمة ورفض الجارة تدفق المهاجرين ضاع الجانب الإنساني على الحدود في وقت تصل درجات الحرارة إلى أقل من السفر بين السياسة والقانون سقط الجانب الإنساني في الحدود البيلاروسية والبولندية في الوقت الذي تقل فيه درجات الحرارة دون السفر ترتفع أصوات المهاجرين المطالبين بحقهم في العبور إلى بولندا كلاجئين بينما ترفض بولندا التدفق الكبير للمهاجرين على حدودها وتوجه أصابع الاتهام للجارة بيلاروسيا بنقل الآلاف من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية يؤكد رئيس بيلاروسيا عليكسوندر لوكاشينكو أنه بريء من كل الاتهامات ويعمل كل ما بوسعه لإعادة اللاجئين ونزعفة للأزمة المواجهات تجددت اليوم بين الأمن البولندي وطالبي اللجوء الذين حاولوا اجتياز الحدود في صورة تنقل حدة التسعيد والتوتر على الحدود البلاروسية البولندية التي يرى الاتحاد الأوروبي تهديدا جديدا قد يفرض عقوبات خامسة على بيلاروسيا ويلوح بأخرى معركة كسر العظام احتدمت بين الكبار صنعت تكتلات بعد أن دخلت فرنسا على الخط لمساندة بولندا واعتبرت أن بيلاروسيا تخطط لمسرحية مروعة فيما أكدت موسكو أن استخدام بولندا الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين أمر غير مقبول في ظل كل هذا تتزايد النشاطات العسكرية لحلف الناطو على الحدود البلاروسية البولندية واستدهامها الأخيرة لبولندا بالتحضير لحرب يقابله الطرف الآخر بتهمة استغلال الضعفاء لأغراض سياسية في موضوع آخر كشفت وزارة الدفاع الروسية أن أرمينيا وأذريبيجان أوقفت الاشتباكات المسلحة بينهما بعد وساطة روسية يأتي ذلك بعد تأكيد أرمينيا ثلاثاء مقتل 15 جنديا في اشتباكات على الحدود البلاد مع أذريبيجان من جهتها قالت وزارة الدفاع الأذريبيجانية في بيان لها إن جنودها صد هجوما مضادا للقوات الأرمينية يعود تصعيد وتوتر من جديد بين أذريبيجان وأرمينيا برلمان يارفان قال إن 15 جنديا أرمينيا لقوا حتفهم في اشتباكات على حدود البلاد مع أذريبيجان كما أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن باكو أسرت 12 من جنودها هذه التطورات دفعت أرمينيا لطلب مساعدة سريعة من روسيا لما اعتبرته دفاعا عن سيادتها الإقليمية ضد أذريبيجان هذا الشيء خطير جدا على المنطقة بشكل عام لأن هناك يعني معارك ضارية الآن تجري داخل الحدود الأرمينية الرسمية طبعا من جانب آخر قامت أرمينيا رسميا بمناشدة أو بطلب المساعدة من الاتحاد الأوراسي ومن روسيا تحديدا ليتدخل مباشرة حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وزارة الخارجية الأذربيجانية وفي بيان لها تهمت أرمينيا بالتعمد في تصعيد الوضع على حدود البلدين وأن جنود بلادها صدوا هجوما مضادا للقوات الأرمينية كما أعلنت وزارة دفاع أذربيجان إصابة جنديين بجروح في اشتباكات مع القوات الأرمينية أطلقت الوحدات الأرمينية النار على مواقع الجيش الأذربيجاني مستخدمة الأسلحة النارية المختلفة على العيار مما عدى إلى إصابة المجندين الأذربيجانيين لوقف تحركات القوات المصلحة لأرمينيا وردع هجومها نفذت الوحدات والقوات المصلحة الأذربيجانية تدابير عاجلة وفي البداية تم تقييد تحركات الجانب الأرميني وألحقت بعتاده ومعداته أضرار المواجهة الجارية قرب منطقة ناقورني كارباخ المتنازع عليها بين باكو ويرفان جاءت بعد تصاعد التوتر بشكل مستمر في الأسابيع الماضية بين البلدين وذلك رغم توقيع اتفاق وقف النار ونشر قوات حفظ سلام روسيا بعد اشتباكات عام 2020 أثارت تجربة روسيا نجحة لصاروخ استهدف قمرا صناعيا موجة واسعة من ردود الفعل أبرزها من واشنطن التي قالت أنها ستعمل مع حلفائها للرد على هذا العمل الذي وصفته بالمتهور وغير المسؤول السعي الروسي لامتلاك صواريخ بمقدورها تدمير الأقمار الصناعية لم يعد خافيا فقد جربت موسكو في الساعات القليلة الماضية صاروخا استهدف قمرا صناعيا خارجا عن الخدمة ولئن كللت تجربة روسية بالنجاح إلا أنها خلفت آلاف القطع من الحطام الفضائي وسيولا من الإدانات والانتقادات في محطة الفضاء الدولية كان الرواد السبعة في قمة التوتر التحقوا بمركبات الإخلاء الموصولة بها تحسبا لارتطامها بالحطام الذي خلفته هذه التجربة الخارجية الأمريكية وفي ردها انتقدت سلوك موسكو فواشنطن ترى فيه عملا متهورا وصفة تغني موسكو برفضها عسكرة الفضاء بالنفاق دعية جميع الدول المهتمة بالفضاء إلى الامتناع عن أي تجارب تدميرية ممثلة مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستعمل مع حلفائها للرد على التجربة الروسية على خطى وزارة الخارجية أدانت هيئات عديدة كوزارة الدفاع ووكالة الفضاء ناسا التجربة الروسية وصفة إياها بالعمل غير المسؤول الذي من شأنه تعريض حياة رواد محطة الفضاء الدولية للخطر فضلا عن تهديد المعدات الفضائية والأقمار الصناعية الأخرى بينما وصفها حلفو ناتو بالعمل الطائش أما موسكو التي صرح وزير خارجيتها سيرجي لافروف في مناسبة سابقة أنه ليس هناك ما يثبت قيام بلاده بتجارب لتدمير الأقمار الصناعية فقد اكتفت هذه المرة ببيان مقتضب من وزارة الدفاع تقول فيه إن تجربة تدمير قمر صناعي كانت ناجحة وإنها لا تشكل أي تهديد لمحطة الفضاء الدولية ورغم الهدوء الروسي في الرد إلا أن التجربة تأتي في خضم احتدام الخلاف بين روسيا والغرب في قضايا عديدة أبرزها الصراع مع الحلف الأطلسي في شأن الاقتصادية عكست أسعار النفط اتجاهها لتعاود منحها التصاعد في التدورات الأخيرة مدعومة بالمخاوف بشأن شح المخزونات وصعدت عقود خام برانت القياسي العالمي بنسبة 17 مئوية إلى 82.66 دولارا للبرميل في حين زادت عقود خام غرب تيكساس الوسيط القياسي الأمريكي بنسبة 16 مئوية إلى 81.42 دولارا للبرميل غير أن المخاوف من انهيار الطلب كان بسبب جائحة كورونا تحول مؤتمر أديبيك لإستراتيجي لوزراء الطاقة وصناع القرار في العالم إلى منبر للاستهجان وإبداء غضب المنتجين من مخرجات قمة المناخ الأخيرة وأجمع المشاركون في الحدث الأكثر تأثيراً في صناعة الطاقة العالمية على ضرورة إبعاد معركة حماية الأرض عن ضغوطات الدول المستهلكة على البلدان المنتجة لضخ مزيد من المعروض النفطي في ثنائية الطاقة والدفء من جهة ومعركة حماية الأرض والمناخ من جهة أخرى تتشكل الجبهات وتصطدم السياسات مثل المصالح هنا تترسم المواجهة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها في حرب غير معلنة كان مضمون البيان الختامي لقمة المناخ شرارتها سريعاً تلقفت البلدان المنتجة للنفط والغاز مستهجنة لمخرجات قمة جلاتكو ليكون معرض ومؤتمر الصناعة الطاقوية في أبوظبي الإماراتية فرصة أمام كبار المنتجين للرد بصوت واحد نعم لحماية الأرض لكن في إطار تحول طاقوي يحفظ المصالح الحيوية للشركات والدول المنتجة أكبر محفل طاقوي في العالم تحول لمنبر أمام صناع القرار في قطاع النفط والغاز للمرافعة عن مستقبل نشاط استقلال الموارد الأحفورية بعيداً عن محاولات بعض الدول المستهلكة لابتزاز تحالف أوبيك بلاس تحت غطاء حماية الأرض والتوجه نحو المصادر الطاقوية الصديقة للبيئة التغيرات المناخية التحدي الأكبر لمنتجي النفط في العالم لمواصلة استغلال الطاقات الأحفورية دون قيود أو شروط رسالة مؤتمر أدابيك نحو العالم ونحو واشنطن وإدارة جو بايدن في الاقتصاد دائماً انتخبت الجزائر على رأس الأمانة العامة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز وجاء انتخابها من بين خمسة مترشحين خلال أشغال الدورة الثالثة والعشرين للاجتماع الوزري الذي ترأسته بوليفيا الاجتماع شرك فيه 11 وزيراً للطاقة وشهد دراسة التحضير للقمة السادسة لرؤسائي الدول والحكومات المقرر عقدها في الدوحة العام المقبل إلى أخبار الرياضة الآن تعادل المنتخب والجزائري الثلاثاء مع منتخب بوركين نفاسو في إطار الجولة الختامية من تصفيات مونديالي قطر 2022 الخضر رسموا حضورهم في الدور الفاصل من التصفيات ووصلوا سلسلة المباريات دون هزيمة من ملعب الأحلام والانتصارات مصطفى تشاكير بالبوليدة لم تكشف تأشيرة مباراة السد المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن منتقيها مبكرا فمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة للمنتخب الجزائري المتصدر ضد وصيفه منتخب بوركين نفاسو التي جرت بذكريات اللقاء الفاصل المؤهل لمونديالي البرازيل 2014 كانت أصعب من المتوقع للناخب الجزائري جمال بالماضي وأشباله أمام الخيول البركين نابية التي شنت حربا نفسية شديدة عساها تكون مثمرة أمام أبطال إفريقيا نية توقيف سلسلة لا هزيم للخضر وخطف تأشيرة التآهل ظهرت بعد كل هدف يوقعه المنتخب الجزائري بعد أن وقف زملاء أتارا الند للند وردوا على هدفي محرز وفغولي لينتهي اللقاء الذي عاشه الجمهور الجزائري العائد إلى مدرجات تشاكا على وقع صافرة النهاية التي منحت الخضر نقطة التعادل التي كانت تلزمه من أجل حجز مقعد له في لقاء السد المؤهل لمونديال قطر 2022 الذي ستجرى قرعاته شهر مارس من العام المقبل بالدوحة تزامنا ونهائي كأس العرب في الثامن عشر من ديسمبر إذن هي خطوة أخرى يخطوها المنتخب الجزائري الذي وقع على مباراته الثالثة والثلاثين دون هزيمة وعلى أمل المواصلة في نفس الرتم والنسق يرتفع سقف الطموح أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم السماحة بحضور جماهيري كامل في نهاية دور أبطال آسيا الذي سيجمع الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي التلثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي وصدق الاتحاد الأسيوي على قرار الاتحاد السعودي القاضي بإقامة المباراة بنسبة حضور جماهيري مئة بالمئة مع المحافظة الكاملة على البروتوكول الصحي ونختم هذا الموعد الإخباري بالثقافة حيث شهدت باحة الساحة العسكرية بكاركاس الفينزويلية اجتماع 12 موسيقيا لنيل لقب أكبر أوركسترا في العالم إذا ما كسر وطر لا تتوقفوا وإذا أضعتم التقاسيم لا تتوقفوا أعتمد على الظاكرة ولكن لا تتوقفوا درس من الموسيقي الفينزويلي دافيد أسكانيو لفرقته الموسيقية التي يحثها على تحقيق حلم الرقم القياسي في موسوعة جينيس 12 ألف موسيقي من فرق الأوركسترا الشبابية في فينزويلا اجتمعوا في باحة الساحة العسكرية بكاركاس مع حلول الظلام في العاصمة ليمنحوا لقب أكبر أوركسترا في العالم التربية الموسيقية هو برنامج قديم أطلقه المايستر الراحل خوسي أنتونيو تحت اسم في عام 1975 بهدف إتاحة الموسيقى لألاف الأطفال المنحدرين من الطبقات الشعبية وتم استنساخ هذا البرنامج في عشرات البلدان كما تخرج منه كبار قادة الأوركسترا في العالم خلال 12 دقيقة أدى الموسيقيون ثماني مقطعات للروسي إليتش تايكوفسكي بقيادة المايسترو أسكانيو وتنتظر الفرقة إعلان النتائج في الأيام القادمة لتحقيق حلم أكبر أوركسترا في العالم بعد أوركسترا سانت بيترسبورغ الروسية التي حققت الرقم في عام 2019 بعرض يضم ثمانية ألاف وسبعين وتسعين موسيقيا نهاية النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة